يقول دائما أنا أحلف على كل شيء أقول والله وبالله كذا وما أسوي هذا الشيء أم نجيب بارك الله فيك يقول الله عز وجل وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ولذلك بالنسبة للمحافظة على اليمين والحرص على عدم الحلف دائما هذه علامة مخافة لله ومراقبة لله عز وجل لأن الإنسان إذا عظم الله احتاط ما يحلف إلا للحاجة والضرورة ولا يجعل الحلف على لسانه وأما الذي يتساهل بالحلف يحلف بالحق والباطئ وبالصح وبالغلط ويحلف على كل شيء وهذا غلط ما يصل له يا أخد الفاضل احفظ يمينك الله عز وجل وحفظوا أيمانكم ولذلك الحلف عظيم أنت تحلفين بالله عز وجل بملك الملوك برب الأرباب بإله الناس برب الناس سبحانه وتعالى ولذلك الحلف هذا لا تلجئين إليه إلا إذا احتجتي أما تجعلين الحلف أنت الآن قلتي دائما ليش لأن تساهلتي من البداية تساهلتي من البداية بالحلف ما يصلح يا أخد الفاضل ولذلك أنت الآن الحلف اللي تحلفين إما أن يكون لغو وإما أن يكون يمين منعقدة فإذا كان لغو لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كان يمين منعقدة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف ولذلك تلفضل انتهي عن الحلف وإذا أحببت أن تحتاطي تقول الله ما أدري أطعمي عشرة مساكين أيضا وانتهي مرة ثانية ما تحلفين إذا صدر منك لغو ما عليك شيء لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم مثلا يعني مع الأولاد والله لا أضربك مثلا تقول للولد وانتهي ما تقصدين هذا لغو والله لك هذا مثلا هذا لغو أما تحلفين مثل حلفك على الحمل والله ما أحمل أبدا حنثت بالحمل والله ما أروح بيت أختي تروحين بيت أختك وتكفرين عن يمينك والله ما أطلع اليوم طلعتي يعني تكفرين عن يمينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر